هومافونز and hominoms وياكم الأستاذ محمد نجم نوفلي اليوم رح نتحدث على موضوع مهم بمادة اللغة للمرحلة الرابعة فصل السيمانتك when two or more different written from how have the same pronunciation they described هومافونز تعريف هومافونز مهم جدا إذن الهومافونز هي الكلمات المتشابهة بالنطق وتختلف في المعنى والكتابة رح عيدين الهومافونز كلمات متشابهة بالنطق فقط وتختلف في المعنى وفي الكتابة مثلا عندنا كلمة meet وميت meet الأولى لحم والثانية يلتقي أو يقابل وكذلك flower وهذه كلها أمثلة على الهومافونز زين عيني هذا هو الهومافونز خلصنا من عيننا زين خلي نجح على الهومانومز الهومانومز تعريفها when one form Britain or spoken has two or more unrelated meanings as in these examples هنا عندنا الهومانومز معناها كلمات متشابهة بالشكل ولكن المعنى يختلف حسب الكلمة يعني مثلا عندك كلمة book book بمعنى كتاب وبمعنى يحجز من تجين كفعل يحجز من تجين كاسم كتاب play نفس الحالة البنك البنك كلمتين إلها اما فرع يعني يعني بنك مصرف او تجي غصن غصن يعني او تجي غصن من شجرة او تجي حتى bank of river يعني فرع من بحر من نهر عفوا زين عيني فهذه كل واحدة لها معنى هذه كلها امثلة نفس القضية وذكرت لكم مثالين آني جدا واضحات زين عيني مراجعة خفيفة الهومانومز معناها الكلمات المتشابهة بالأصوات بالنطق فقط two وتو وتختلف في المعنى وفي الكتابة هذا الهومانومز الهومانومز هي كلمات متشابهة بكل شيء ولكن بالمعنى تختلف حسب السياق حسب سياق الكلمة بالجملة وذكرنا عليها امثلة مثلا عندنا كلمة play بمعنى مسرحية وبمعنى يلعب كل واحدة لها معنى وهنا متشابهات تماما هذا هو موضوع الهومافونز اند هومانومز اتمنى اعزائي الطالبة تشتركوني بقناة وتشاركون هذه الفيديوهات بالقروبات اللي تعرفونها لانه هواي قاعد نتعب وما دا نشوف من حضراتكم التعليقات الا اعداد قليلة واحنا كلش مشكورين وممنونين من الاشخاص اللي قاعدوا يشاركون هذه الفيديوهات قبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة